حيو الهجل مغمراتية حي مركوب الثلاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حملو العبيد بسعيد بسلطان بنتريم يتقدم الى المركز الثالث وننتقل الى المركز الرابع هذا هو ايضا الدولي منصر بن ناصر الكربي مقدما انطلاقة ووجود الدولي في هذا الانطلاق وفي هذا الابداع القوي هذه النتيقة هذه النتيقة للأسماء الأولى التي تظهر في دائرة الاعلام لمراكزنا المتقدمة من خلال هذا الانطلاق ومن خلال هذا الابداع القوي هذه الاربع المراكز الأولى العودة الى المقدمة الى شاهين خميس من سالم العفاري يتقدم ويقود الشوت بينما شاهين في المركز الثاني عيسى بساري المزروعي متواجدا بهذا الانطلاق بوجود هذا الاسم وكذلك اشقر محمد برصغير بالعلي الوهيبي يصل ايضا مشاهدين العزاء في هذه اللحظات محمد برصغير بالعلي الوهيبي متقدما ايضا من خلال هذا الانطلاق ومن خلال هذا الابداع القوي شوف القادم ياهي تحركات هذا ضبيان حمد بن محمد بن كميد العامري وكذلك ايضا شاهين خالد بن مطر الشحي ولكن المتقدم نعم هذا شاهين حمد بن مسلم بالزفن العامري غير غير الى المركز الثاني من خلال هذا الانطلاق شاهين حمد بن مسلم بالزفن العامري في المركز الرابع مقدمة لاثنين من القعدان في هذا الانطلاق المثير في هذا الابداع الكبير لوجود هذه النوعيات من القعدان بوابة الكيلو متى الأخير العودة للمقدمة العودة إلى شاهين سالب الحمد المزروعي تدخل في اللحظات الأخيرة بوجود هذا القعد ليبدأ أيضا بانطلاق المميز وانطلاق أيضا الذي يظهر بشاهين سالب الحمد المزروعي مقدما أيضا انطلاقة وجود أيضا هناك شاهين على المقدمة وعلى المركز الأول خلال هذا الانطلاق والابداع شاهين حمد بن مسلم بالزفنة العامري بمحاولاته وتحركاته الخطيرة لانتزاع ناموس هذا الشوط ولكن أبناء الميدان أبناء الميدان أبناء الميدان يتقدمون بوجود أمال شاهينية مع صالب بن حمد المزروعي على الصدارة وعلى المركز الأول المركز الثاني لا حمد بن مسلم بالزفنة العامري يتقدم إلا أن شاهين ما طاعي سلم ولا يستسلم ما طاعي سلم ولا يستسلم هذا شاهين يقود الشوط صالب بن حمد المزروعي يعلم بانطلاقة هذا الاسم متواجداً أيضاً مباشراً كذلك في هذا الموسم بتحقيق الفوز والانتصار المركز الثاني لحمد بن مسلم بالزفنة العامري والمركز الثالث لرقش من طباز بالدودة العامري رابعاً كان أيضاً هناك شاهين خالد بمطر الشحي أربع دقائق ثماني زرادين دقائق ثماني ثماني